بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المختصر المفيد لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله بقلم الفقير إلى عفو ربه هيثم بن محمد سرحان المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي سابقا والمشرف على موقع التأصير العلمي غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب يقرأه عليكم عمر البساطي مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة لمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه قال ابن القيم رحمه الله إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حب نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد والحمد لله رب العالمين القسم الأول شمائله وهديه صلى الله عليه وسلم شمائله صلى الله عليه وسلم نسبه عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معبد بن عدنان وعدنان من ولد إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهو صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق وفي الحديث أنه رقلا ملك الروم قال لأبي سفيان رضي الله عنه سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها اصطفاءه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أسماءه صلى الله عليه وسلم أسماءه عليه الصلاة والسلام كلها نعوط وليست أعلاما محضة تفيد مجرد التعريف بل هي أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال ومنها محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشهر أسمائه وبه سمي في التوراة صريحا ومعناه كثير الخصار التي يحمد عليها ومن أسمائه أحمد أي أحمد الخلق لله ويحمده أهل السماء والأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصاله وهو الاسم الذي سماه به المسيح عليه السلام ومنها المتوكل سمي به لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركوا فيه غيره ومنها الماحي الذي يمح الله به الكفر ولم يمح الكفر بأحد كما محي به صلى الله عليه وسلم ومنها الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس ومنها العاقب وهو الذي ليس بعده نبي فهو بمنزلة الخاتم ومنها المقفي الذي قف على آثار من تقدمه فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل ومنها نبي التوبة الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب عليهم توبة لم يحصل لهم مثلها قبله وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة ومنها نبي الملحمة الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت لم يععد مثلها قبله ومنها نبي الرحمة وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحب به أهل الأرض كلهم أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده ومنها الفاتح الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجفا وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف وفتح الله به أمصار الكفار وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ومنها الأمين وهو أحق العالمين بهذا الإسم فهو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض بل إن كفار قريش سموه الأمين قبل أن يبعث رسولا ومنها البشير وهو المبشر لمن أطاعه بالثواب والنذير لمن عصاه بالعقاب وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرة ومنها السراج المنير الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وهو عبد الله له عبودية خاصة الخاصة لأنه عليه الصلاة والسلام كمل مراتب العبودية أوصافه صلى الله عليه وسلم إجمالا أكمل وصفه عليه الصلاة والسلام هو ما وصف به نفسه قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وخلقا قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يعمل به ويقف عند حدوده فيرضى لرضاه ويسخط لسخطه وهو خليل الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية جسده الشريف قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أي أبيض مستديرا كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة والديباج نوع نفيس من الحرير ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قامته فقال البراء بن عازب رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا أي متوسط القامة بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه أما وجهه عليه الصلاة والسلام قال كعب بن مالك رضي الله عنه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السنور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه وسئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر أما شعره عليه الصلاة والسلام قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان نبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد أي لا التواء فيه ولا تقبض ولا سبط أي ولا مسترسل وعينه صلى الله عليه وسلم قال جابر بن سامرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أي واسعة أشكل العين أي فيه حمرة في بياض العينين منهوس العقبين أي قليل لحم العقب أما عرقه عليه الصلاة والسلام فقال أنس بن مالك رضي الله عنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي نام نومة القيلولة فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت أي تجمع العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب خاتم النبوة كان له خاتم النبوة بين كتفيه وهو شيء بارز في جسده صلى الله عليه وسلم كالشامة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده إجلال أصحابه له صلى الله عليه وسلم قال عمر بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه وقال عروة بن مسعود الثقفي يصفه صلى الله عليه وسلم لقريش يوم الحديبية والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية أدبه مع الله تعالى قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا وأعظمنا طولا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان شجاعته صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه خشيته صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له إحسانه لأهله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي حياؤه صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه تيسيره صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قالت عائشة رضي الله عنها والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام قالت عائشة رضي الله عنها ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة قال صلى الله عليه وسلم إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة أما تواضعه قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل تر عد فرائصه فقال له صلى الله عليه وسلم هو عليك فإني لست بملك إنما أنا بن امرأة تأكل القديد أما خدمته لأهله صلى الله عليه وسلم فعن الأسود بن يزيد رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة أما تغافله عن الجاهلين فقال صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم أما صدقه عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أما خلقه مع خادمه فقال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فوالله ما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا كان صلى الله عليه وسلم من أوصافه الخلقية عدم تمييزه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بشيء وكونه واسع الصدر رحبة قال أنس بن مالك رضي الله عنه بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقلنا له هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطالب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل ما بدى لك فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضيمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرة أما عن خبزه فقالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أما زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم لا يشتم قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخبا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وكان صلى الله عليه وسلم من أصافه أنه ما مس كف امرأة قالت عائشة رضي الله عنها ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط أما مسكنه وعيشته قال عمر رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدن عليه إزارة وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسر في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة